اشتركوا في القناة فبعد أن مات موسى عليه السلام أرسل الله عز وجل لبني إسرائيل أنبياء ورسلا كثيرين منهم من ذكر اسمه في القرآن ومنهم من لم يذكرها ومن هؤلاء الرسل والأنبياء نبي الله حزقيل عليه السلام فهو النبي المذكور قصته في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فتحكي لنا هذه الآية قصة قرية شاع بين أهلها الفساد وانتشر بينهم فعل المنكرات فعلم ملك من ملوك بني إسرائيل بذلك فأمر قومه أن يخرجوا لقتالهم في سبيل الله فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت فاعتلوا وقالوا لملكهم إن الأرض التي نأتيها وقع فيها الوباء ولن ندخلها حتى ينقطع عنها الوباء فغضب عليهم ملكهم غضبا شديدا فدعا عليهم ربهم فقال اللهم رب يعقوب وإله موسى قد ترى معصية عبادك فأريهم آية في أنفسهم حتى يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك فأرسل الله عليهم الطاعون وهو الموت فخرجوا من ديارهم فرارا من الموت وظل الطائفة منهم لم ترحل ولم تخف من عقاب الله عز وجل فهلك أكثر من فيها ونجى الذين هربوا من الموت فرفع الله عنهم الوباء وعادوا إلى ديارهم سالمين غانمين فقال الذين بقوا في القرية وهلك أكثرهم أصحابنا كانوا أحرص منا لو فعلنا كما فعلوا لباقينا أحياء ولم يهلك أكثرنا ولئن وقع الطاعون مرة أخرى لنخرجن من القرية إلى أرض لم يصبها الوباء حتى ننجو بأنفسنا ولا نهلك كما هلك أكثرنا فأنزل الله عليهم الطاعون مرة أخرى فهرب معظم أهل القرية ورحلوا حتى وصلوا واديا أفيح فهربوا خوفا من المرض المميت الذي سوف يفتك بهم ويصيبهم بالوباء وكان فرارهم من الموت أملا في الحياة وتمسكا بها فناداهم ملك الموت في ذلك الوادي وقال لهم موتوا جميعا فماتوا ولم يبق منهم أحد واختفوا من على وجه الأرض بين طرفة عين وانتباهتها فلم يبق الله رجلا ولا امرأة ولا كهلا ولا صغيرا كلهم أموات لا شيء منهم سوى أجسادهم التي بليت وعظامهم التي أفنيت فخرج إليهم الناس وعجزوا عن دفنهم مما جعلهم يحضرون عليهم حظيرة دون السباع فذهبوا إلى مصيرهم وماتوا إلى حيث رحلوا فقد روي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا من الموت فقد كان هذا الوادي قفرا لا يمر به إلا السباع والضباع وأما البشر فخافوا أن يقتربوا من هذا الوادي حتى بعث الله سبحانه وتعالى إليهم في هذا الزمان نبيا كريما مقبول الدعاء اسمه حزقيل عليه السلام فلما رأى الموت على حالهم بكى ودع الله عز وجل أن يحييهم ليعبدوه ويسبحوا له لا يشركون به شيئا فهو القادر على كل شيء فهو الذي يحيي ويميت فقال الله عز وجل لنبيه الكريم أتحب أن تراهم أحياء فقال له النبي نعم يا ربي أحب أن أراهم أحياء فأمره الله سبحانه وتعالى بأن ينادي في العظام التي بليت فنادى نبي الله حزقيل قائلا أيتها العظام البالية لتكسو كل عظام ما عليها فإذا بالعظام تتجمع وإذا باللحوم تكسوها فأصبحت الأجساد مكتملة ثم ناداهم مرة أخرى أيتها الأجساد قومي فإذا بها تقوم قومة رجل واحد يسبحون ويشكرون الله كأن الساعة أوتيت وهذا يوم الحساب فيعودون من موتهم مرة ثانية إلى الحياة بأمر من الله عز وجل فسبحان الله محي العظام وهي رميم فبنوا إسرائيل لم يدعوا كبيرة إلا فعلوها فكانت هذه آية ومعجزة من المولى عز وجل لبني إسرائيل لتكون عظة وعبرة لهم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات دمتم في رعاية الله